مبروك لمنتخب مصر لسيدات كرة السلة اللي توجه ببطولة المنطقة الخامسة اللي وقيمت في اوغندا بعد ما فازه في المباراة النهائية على اوغندا بنتيجة 74-65 بكده بقى منتخب سيدات السلة تأهل بشكل رسمي لنهائيات بطولة الافرو باسكت اللي هتقام في رواندا من 28 يوليو وحتى 6 اغسطس المخبل ان شاء الله قدم منتخب مصر اداء جيد جدا طوال منافسات البطولة اللي هي بطولة المنطقة الخامسة افتتح مشواره في البطولة بالفوز على جنوب السودان ثم الخسارة امام اوغندا ثم العودة للانتصارات امام رواندا والفوز عليها قبل ان يتوج بلقب البطولة بعد ما فاز على اوغندا في المباراة النهائية حصلت رانيم الجداوي على 3 جوائز في هذه البطولة هم افضل لعبة في البطولة وهدافت البطولة طبعا بعد ما احرزت 98 نقطة وكمان افضل لعبة سنتر في البطولة كمان نادين السلعاوي فازت بجائزة افضل مسجلة للرميات الثلاثية بعد ما احرزت 13 رمية طوال فعاليات هذه البطولة وحصلت كمان رين موسى على جائزة افضل صانعة العاب حيث قدمت 34 رمية حاسمة حاجة حلوة جدا ومشرفة جدا الحقيقة